حمامة تقف فوق مريض في المستشفى كل يوم وعند معرفة السبب صدم الجميع سبحان الله كانت الحمامة تترق نفيدة المستشفى كل يوم وبعض ما اكتشفوا السبب اصيبوا بالصدمة ولكن فضلا اذا كنت مسلما لا تنسى اللايك لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع ولا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو ليستفيد الجميع القصة التي سنتحدث عنها اليوم كانت قادرة على الفوز بقلوب ملايين الناس في اقصر وقت ممكن وجعلت كثيرون يفكرون في حقيقة ان الدعم يمكن ان يأتي من حيث لا تتوقاه على الاطلاق القصة وقعت منذ وقت ليس ببعيد كما قالت احدى الممردات العاملات في مستشفى المدينة عندما حذر الرجل المسن اليهم كان مصابا بنوبة قلبية واستدعى احد الجيران سيارة اسعاف عندما لاحظ فجأة ان الرجل لم يكن بحالة جيدة وفور وصول المريض توجه اليه الاطباء وعمال تاقم المستشفى على الفور وتم انقال الرجل بالطبع بسبب الشيخوخة واحتمال الانتكاس دخل المريض المسن الى العناية المركزة لم يكن ليتخيل اي من موظف المستشفى انه قريبا ستبدأ اشياء غريبة في الجناح بمجرد ان لاحظت ممرضة تدعى انستازيا ان هناك حميمة جالسة على حفة نفيرة جناح العناية المركزة ولكن لم تعطي المرأة اي اهمية لهذا الامر وبالفعل لا شيء غير عادي هنا ولكن سرعان ما تكررت القصة نفسها في اليوم التالي ظلت الحميمة جالسة عند النفيرة تنظر الى الرجل في الجناح ولا تخاف من المطر او الحرارة ومضى الوقت وعاد المريض تدريجيا الى رجته وبعد فترة تم نقله الى جناح عادي للمرضى الاخرين ولكن بالرغم من ان المريض غير مكانه الا ان الحميمة لم تختفي من النافذة وتحركت الى نفذة المريض الجديد والسمرت في الجلوس هناك انه امر غريب اليس كذلك ولكن بعد ذلك كان هناك الاخراب في بعض الاحيان لم تعد الحميمة الى مكانها باستمرار فحز بل كانت تدرق بعصبية النافذة بمرقارها استمر هذا العدة ايام وعندما فتحت نفذة الجناح طارت الحميمة داخل الجناح وهبطت على السرير الذي ينام عليه الرجل المريض لم تستمر الحميمة طويلا حتى قفزت الى حافة النافذة وجلتت عليها وعندما قيمت الممرضة بجولة لحالة الحميمة وابعدتها على الفور ولكن بما ان ذلك كان في الصيف كان على طاقم المستشفى فتح نوافذ كل الغرب وفي اليوم التالي عادت الحميمة الى النفذة نفسها مرة اخرى وبدأت في فعل الشيء نفسه في البداية اعتقدت انستازيا ان عليها ان تدرد الطيف غير المرغوب فيه ولكنها لم تفعل ذلك قررت مراقبتها كانت الحميمة تجلس على السريب ثم تعود الى النافذة وبعض فترة طارت من النافذة وحلقت في مكان قريب وبالمناسبة كان يحدث هذا في كل يوم الحميمة تأتي حتى وان كان الرجل مصيقا وبالطبع لم يبعدها الرجل العجوز وفي اثناء مشاهدة ضيفه كان يتمتم بهدوء بشيء ولم يرفع عينيه عنها وبعد فترة كان الاطباء راضين عن نتائج العلاج وبالتالي سمحوا للرجل بالتنسره في الحريقة الممرضة رقبته من النافذة وعندما خرج الرجل الى الشارع تجمع الحمام حوله لذلك قام بسحب قطع الخبز من الغداء واطعام اصدقائه كانت الممرضة مندهيجة من هذا الحب من الطيور للمريض لكنها ما زالت لا تعرف لماذا يطير الحمام الى الرجل بهذه الصرعة كانت الفتاة مهتمة ايضا بسؤال اخر لماذا لم يقم احد بزيارة المريض خلال فترة العلاج كلها واستجمعت شجاعتها وقررت ان تسأله عن ذلك واتضح ان الرجل لديه ولدا ولكن طوال فترة اقامته في المستشفى لم يتحدث الى اي شخص تقريبا بالاضافة الى ذلك لم يكن من الصعب ملاحظة انه كان حزينا في البداية تحدث قليلا عن حياته لكنه اعترف لاحقا بان زوجته رحلت قبل بضع سنوات وان والده كون عائلتهم الخاصتين منذ فترة طويلة ولم يزور الرجل في المنزل وعلى الارجح لم يعرف حتى انه كان في المستشفى بعد ذلك طلبت الفتاة ان يخبرها من اين اتت الحمامة التي تزوره كل يوم ولماذا يطير الحمام الى الرجل بكل قوته اثناء التنزل واتضح ان هواية المريض المسن هي تربية الحمام في فناء منزله وكانت هناك حمامة صغيرة اعتنى بها الرجل لعدة سنوات وربما هذا هو السبب الذي اتى بالطائر المخلص كل يوم لزيارته كما اضاف الرجل انه لا يعرف حتى كيف خمنت انه في المستشفى الذي يبعد عن منزله بعدة محطات ولكن في الوقت نفسه كانت هذه مفاجأة صارة وصادمة بالنسبة له ولحسن الحق بعد ثلاث اسابيع خرج الرجل المسن من المستشفى وذهب الى منزله وشاركت الفتاة هذه القصة وكتبت لقد مرت ثلاثة وعشرين يوما كاملة منذ وصول هذا المريض الى مستشفى وخلال هذه الايام لم يأتي اي من عائلته يسأل عن صحته لكن هذه الحمامة كانت تطير كل يوم وتجلس على سريره وتبقى لمدة ثم تعود مرة اخرى الى السماء لينسى الناس ولكن هذا الطائر يتذكر فلا تنسى والديكم المسنين فالطيور ليست افضل منكم لانه من المحزن ان تكون الطيور افضل منكم وقادرة على الرحمة اكثر منا المكالمات الهاتفية العادية يمكن ان ترضي اباءنا والوقت الذي يقضونه معنا لا يقدر بثمن بالنسبة لهم فكونوا من البرين بالوالدين يرحمكم الله شكرا لكم على متابعة الفيديو ولا تنسوا الاعجاب به ومشاركته والاشتراك بالقناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة